موسيقى أعزائي طلبة الصف التاسع أهلاً وسهلاً بكم في الفترة التعليمية الثالثة هذه شجرة اللغة العربية وهي شجرة سامقة كثيرة الفروع عنوان ساقها لسان العرب ولسان العرب كلامهم ويتصل بكلام العرب القراءة والنحو والصرف والبلاغة والإملاء والتعبير سنقف اليوم على فرع من فروع هذه الشجرة وهو فرع الإملاء وعنوان درسنا هو مواطن همزة الوصل يتوقع منكم أعزائي الطلبة بعد مشاهدة الحصة أن تكونوا قادرين على تعريف همزة الوصل التمثيل على مواطن همزة الوصل كتابة همزة الوصل كتابة صحيحة لنتأمل الكلمات التي تحتها خطوط أولاً أصحاب الأرض نحن لا غيرنا ثانياً احفظ الله يحفظك إذا تأملنا الكلمة الأولى أصحاب وجدناها ابتدأت بهمزة أصحاب وهذه الهمزة مرسومة على ألف وهي همزة قطع لا وصل فتكتب وتلفظ ولا تسكت في درج الكلام ودرج الكلام وسط الكلام فلو قلنا مررت بأصحاب الأرض لنطقناها وكتبناها أما الكلمة الثانية احفظ فنحن حين نطق بها ننطق همزة في بدايتها وحين نكتبها نرسمها ألفاً دون همزة ولو وضعناها في درج الكلام لسقطت فلو قلنا استمعوا جيداً واحفظ الله فلو قلنا واحفظ الله لوصلنا الواو مع الحاء مباشرةً دون الحاجة إلى نطق الهمزة فالهمزة هنا همزة وصل لنتأمل الكلمات الآتية أنشأ أمر استقرار إنبراه يمكن لنا أن نميز همزة الوصل من همزة القطع في الكلمات السابقة بإضافة حرف قبلها ونطقها متصلة بهذا الحرف فيمكن أن نضيف حرف الواوي مثلاً أو الفاء استمعوا جيداً لكيفية النطق بعد إضافة الحرفين السابقين نقول وأنشأ فأنشأ وأمر فأمر واستقر فاستقر وانبرا فانبرا نلاحظ بعد إدخال الحرفين الواوي والفاء على الكلمات السابقة ونطقها متصلة بها فإن الكلمتين الأوليين أنشأ أمر احتفظتا بوجود الهمزة في النطق فالهمزة فيهما همزة قطع لا وصل أما الكلمتان الأخريان فلم تنطق فيهما الهمزة فالهمزة فيهما همزة وصل نستنتج مما سبق أن همزة الوصل هي الهمزة التي تأتي في أول الكلمة وينطق بها إذا بدأ الكلام بها ولا ينطق بها إذا وصل ما قبلها بما بعدها أي إذا وقعت في درج الكلام ولا ترسم همزة عليها أو تحتها نستنتج من التعريف السابق الآتي أولا همزة الوصل تكون في بداية الكلمة فقط ولا تقع في وسط الكلمة ولا في آخرها ثانيا إذا وقعت الكلمة المحتوية على همزة وصل في درج الكلام فلا ينطق بهمزة الوصل ثالثا همزة الوصل ترسم ألفا في الكتابة دون همزة فوقها أو تحتها والآن أعزاء الطلبة نريد أن نتعرف إلى المواطن التي تقع فيها همزة الوصل فاستعدوا جيدا لنتبين هذه المواطن وهي خمسة مواطن الموطن الأول لنتأمل الأفعال الثلاثية الآتية جلس كتب درس الأفعال السابقة أفعال ماضية ثلاثية أي أنها تتكون من ثلاثة أحرف وهي بصغط الماضي وهي غير مهموزة أي أنها لم تبدأ بهمزة وإذا قمنا بتحويلها إلى أفعال أمر تصبح جلس اجلس كتب اكتب درس ادرس حين قمنا بتحويل الفعل الثلاثي غير المهموز إلى فعل أمر بدأ فعل الأمر بهمزة وهذه الهمزة همزة وصل نستنتج الهمزة في أمر الفعل الثلاثي غير المهموز همزة وصل لنتأمل النص الآتي ونستخرج مواطن همزة الوصل اجتمع أصحاب الحق حين صاحبهم قائدهم اجتمعوا فاتفقوا على إعلاء كلمة الحق لأن الساكت عن الحق شيطان أخرص فكان أحسن اجتماع أين الكلمات المبدؤة بهمزة وصل؟ لاحظوا أعزائي الطلبة اجتمع اجتمعوا اجتماع هي كلها كلمات ابتدأت بهمزة هذه الهمزة نطقناها حين وقعت في بداية الكلمة نقول اجتمع اجتمعوا اجتماع ولكن إذا وصلناها نقول واجتمع واجتمعوا واجتماع ما صيغة هذه الكلمات؟ اجتمع فعل ماضي خماسي جاء بصيغة الماضي وهو مكون من خمسة حروف فهو ماضي خماسي اجتمع أمر الماضي الخماسي فهو أمر الفعل اجتمع اجتماع مصدر الماضي الخماسي فهو مصدر الفعل اجتمع اجتمع مصدر الماضي الخماسي فهو مصدر الفعل اجتمع ما سنتج؟ الموطن الثاني لهمزة الوصل هو ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره الموطن الثالث لنحاول استخراج مواطن همزة الوصل من النص الآتي استعان المظلوم بالله أحسن استعانة بعدما قرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أين وردت الكلمات المحتوية على همزة وصل استعان استعان استعين فما صيغتها استعان فعل ماض سداسي فعل جاء بصيغة الماضي وهو مكون من ستة حروف فهو ماض سداسي استعانة مصدر الفعل السداسي فاستعان مصدر الفعل استعان استعين أمر الفعل السداسي لو قلنا مثلا واستعان فاستعين ولو قلنا أيضا واستعان نلاحظ أننا كمنا بحث في همزة الوصل حين أدخلنا حرف الواوي على هذه الكلمات نستنتج الموطن الثالث لهمزة الوصل هو ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره الموطن الرابع لنتأمل النص الآتي أعزاء الطلبة استمعوا جيدا جاءت امرأة إلى ابن صاحب المخبز فقالت له إنك امرؤ أمين سأبعث ابنتي واسمها ليلى فأعطها خبزا وكعكا وحين حضرت ليلى وعرفته بنفسها قال لها كم رغيفا وكم كعكة فقالت رغيفان اثنان وكعكتان اثنتان فقال لها سأعطيك ثلاثة أرغفة بسعر رغيفين فقالت له ايم الله إنك لكريم فقال ايم الله ما رزقني الله من فضله إلا جعلت نصيبا منه للناس الكلمات الملونة بالأحمر هي الأسماء العشرة وكلها مبدوءة بهمزة وصل هذه الأسماء أعزاء الطلبة استلح على تسميتها بالأسماء العشرة لأنها الأسماء العشرة الوحيدة من غير المصادر التي تبدأ بهمزة وصل نستنتج الهمزة في الأسماء العشرة همزة وصل وهي ابن 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 اسم امرؤ امرأة ومثناها أي ابنان ابنتان اسمان امرؤان امرأتان وتلك خمسة كاملة وأيضا اثنان اثنتان الله ايم الله ايم الله وتلك خمسة كاملة أخرى وتلك عشرة كاملة الموطن الخامس وهذا هو الموطن الأخير الذي تقع فيه همزة الوصل تأمل الجمال الآتية الجملة الأولى الوطن أغلى ما نملك ثانيا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ثالثا جنبنا الله وإياكم مرض الكورونا كونوا آمين ماذا نسمي الحرف الملونة بالأحمر في الكلمات السابقة؟ نعم نسمي هذا الحرف التعريف فهل نكتب الهمزة على التعريف؟ بالتأكيد لا نكتبها لأنها همزة وصل نستنتج الموطن الخامس من مواطن همزة الوصل هو التعريف ونستنتج من كل ما سبق أعزاء الطلبة أولا همزة الوصل تأتي في بداية الكلمة فقط ثانيا ننطق همزة الوصل إذا جاءت في بداية الكلام ونسقطها إذا جاءت في درجه ثالثا همزة الوصل ترسم ألفا بلا همزة فوق الألف أو تحتها رابعا تأتي همزة الوصل في المواطن الآتية أولا في أمر الفعل الثلاثي غير المهموز مثل اسمع اسجد ابدأ ثانيا في ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره مثل انتفع انتفع انتفاع ثالثا في ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره مثل استخرج استخرج استخراج رابعا في الأسماء العشرة وهي ابن ابن اسم امرأ ومثناها واثنان اثنتان ايم الله ايم الله الله خامسا في التعريف دعونا أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب لطيف نستخرج مواطن همزة الوصل في الأمثلة الآتية أولا اختار الطالب أجمل الأبيات لحفظها ثانيا قال بدر شاكر السياب كيف انطلقت بلا وداع فالصغار يولولون ويسائلون الليل عنك وهم لعودك في انتظار لعلكم تذكرتم هذه القصيدة ثالثا استخرج قيس اسم الفاعل واسم المفعول من نصوص كثيرة في المثال الأول كلمة اختارة لماذا؟ لأنها ماضي الفعل الخماسي وكلمتها الطالب والأبيات فألأ التعريف فيهما تبدأ بهمزة وصل أما في المثال الثاني كلمة انطلقت لأنها ماضي الفعل الخماسي وكلمتها الصغار والليل فألأ التعريف فيهما تبدأ بهمزة وصل وكذلك كلمة انتظار فهي مصدر الفعل الخماسي وفي المثال الثالث كلمة استخرج لأنها ماضي الفعل السداسي وكلمة اسم لأنها من الأسماء العشرة والكلمتان الفاعل والمفعول لأنها بدأت بأل التعريف والهمزة فيها همزة وصل أعزائي الطلبة سأوكل لكم مهمة تعليمية نقرأ النص الآتي ونستخرج منه مواطن همزة الوصل أوصى رجل ابنه فقال يا بني صنسمي وكن امرأا ذا خلوق قويم فلا يلتقثنان على بغضك احترم الصغير والكبير وإياك وازدراء الآخرين أو استصغارهم وإيم الله إن ذلك من أخلاق اللئام أعزائي الطلبة وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا وقبل أن أودعكم أتمنى عليكم أن تشاهدوا هذه الحصة غير مرة من خلال الرابط أو الكود الموجود في أسفل الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر